أنا لاحقا ما فهمت أنت ليش تزعلين لما يقولون فاشينيستا مع أن كل الإجراءات أو كل الخطوات اللي قاعد يسوون هنت قاعد تسويينها لماذا الفاشينيست تطلع يعني بستيج وتقدم ولا بس الإعلامية؟ أنا أنت درست إعلام واشتغلت بالإعلام وفي منهم أيضا اشتغلوا بالإعلام أمثال أنها نبيل كانت تشتغل في الإعلام في استوديو الأطفال بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة ثانية ودخلت في عالم السوشال ميديا فأيما يسمونها فاشينيستا حاليا ما عندها هاي مشكلة إلا شوية يمكن أنا ما أحب لأن أحس أن القريبة مني أكثر الإعلامية وأنا ودي أفهم وجهة النظر بس يعني لو تفاصيل إياها أكثر قلت لك لأني أنا درست إعلام فأنا أحب أن ينادوني إعلامية بس لا أكثر بس يعني المشكلة؟ بس طيب شنو علاقتش في الدكتور الخلود؟ علاقة زينا شخصية قوية؟ لا لا ما عارفها شخصيا صراحة بس علاقة زينا بس ما عارفها ما أدري يمكن ما أدري أو أن نجومية اتش ما وصلت لها؟ صراحة يعني مع كل احترامي لها لو أنا أشوفها بكيد بروح أسلم عليها نعم وإذا قالت لي أنت منه بقول لها ولا إذا ما عرفتني اليوم هي ما تعرفت؟ لا إذا ما عرفتني اليوم بتعرفني باتر وإذا إيها ما عرفتني غيرها يعرفوني فأنتي هالشي هذا ممزع لك؟ لا كلش ممزع لني بيش أزعل؟ لأن أنت عفوا على الطريقة بس أنه وايد ناس فصلولي بأنه ولا أبل شايفة نفسها نجمة وإذا كنتي نجمة فالمفروض أن الكل يعرفت شوف مو ولا أبل أي شخص يشوف نفسه زين ويشوف نفسه وهو يعني واصل لمرحلة يعني زينة أو راضي فيها أنا ما أقول أني أنا نجمة ومشهورة لا أنت قلتي في ناس قالوا أن أنت قلتي أن أنت عندك هذه النجومية وعندك هذه الشهرة القوية وما في أحد ما يعرفتك لا ما قلت ما قلت سواء يعني في ناس أكيد تعرفني في ناس ما تعرفني وخاصة أن أنا يعني من قطعة مدة طويلة في ناس تذكرني كوني أنا كنت مذيعة في ناس تذكرني كوني أنا فارسة ودشيت بطولات وفي ناس عرفتني الحين يعني وأنا بالسوشال فيديو وشذي يعني صراحة من بلشت أو رديت العام كانت سنتي يعني مليئة يعني أشياء مو زينة فأنا ما عطيت نفسي حقها لكن هالسنة اللي بديت أشتغل وأعطي نفسي شوي حقها أكثر على طار الفارسة أنت حسيت أن أنت بمانش دارس إعلام وكنت فارسة وانت صغيرة أنا هذا اللي عرفته فحسيت أن هذا الكمبانيشن أو هذا التجمع بالمواهب ممكن يخليك في السوشال ميديا ناجحة؟ مو ناجحة أن الكثير ما هو يكون يميزني أن مثلا أنا دارسة هالشغلة فأقدر تعطيني أي برودكت أو أي منتج أنا أقدر أوصله بطريقة حلوة للناس هذه شغلة الشغلة الثانية إن كوني أنا فارسة أنا أحب هذا المجال من يوم كنت صغيرة فيعطيني شوي قوة يخليني أتحمل أي شي يييني نفس أسئلتك شوي لما تتيبها علي أقدر أرد عليك بروح حلوة وروح رياضية تمح سابك في البنك الحمد لله جريء السؤال شوي ما لدعي بس أنا عرفت يعني عندك الجرى نجل جاوبين ممكن ما لدعي أحد يعرفه يعني مبلغ قوي الحمد لله ممكن نتوجه لشتهمة غسيل أموال بهذا المبلغ مستحيل تتوجه لي ليش مستحيل؟ أول شي أنت تعرف أنا وين كنت أشتغل؟ بإدارة مكافهة غسل أموال بهذا المبلغ وهذه أنا أول مرة أقولها وكنت ماسكة قسم فأنا عرف كل شي صح وكل شي غلط ومستحيل أن أنا أقل